موسيقى انتهت قصة اختطاف المواطن أيمن صوان في سعد نايل الخاتمة كانت سعيدة لعائلته صلاح وإيمان وهديل ورياض فرحوا بعودة والدهم بعد يومين عصبين والدة انتظرت من دون أن تتوقف عن الصلاة وزوجة كاد قلبها أن يحترق بعد انتشار خبر الاختطاف أول ما قالوا طلعوا أجاه كثير كثير يعني فرحت من فرحي صرت أرجو قلت له المبسد لأشوف هو قف قدامي بشكره كثير للعسكرية والجيش وبشكر سعد كمان حبيب قلبنا سعد فرحه ما بتوصف طبعا لأنه أيمن هو كل الدنيا بكل البيت قبل ما أعرف بيشي عاش لك تعب بحكيه مش عم برد وبعدت له أنا كتب زاليني منك مش عم بترد علي يعني ما بتمنى حدا يمرق باللي ما رأنا فيه بي لا بنعرفون ولا بيعرفونه يعني شو كانت غايتهم ما حدا عرف بتشكر كل الفعاليات اللي اشتغلت وخصوصي فعالية بلدة سعد نيل وأهالي سعد نيل بالأخاص أنا بصراحة أنا كبر قلبي فيهم ما عاش تخطفوا لأنه ما بيسوا أيمان صوان أخبر قصته لكن فرحة العودة إلى أهله وأقاربه كانت طاغية على حديثه فك حالة الأهل المحزنة هي الفرحة الحقيقية لحظة ما طلعت بالسيارة وأنه صراحة ديعت عزتني الدنيا أنه شو السبب أنه شخص بده يحجز حرية شخص تاني لأي سبب ممكن الجيش عمل شغلي كبيري أنه مثل ما بدي يقولك أطع لهم ضهرهم يعني سكر عليهم كل البواب ووفق المعلومات فإن الخاطفين طلبوا مبلغ مليون دولار مقابل الإفراج عن صوان وبعدها تم تخفيض المبلغ إلى 150 ألف دولار لكن الضغط الذي مارسه الجيش وتحركات أهل سعد نايل دفعت بالخاطفين إلى إطلاق صراحة خطف المواطن أيمن صوان صفحة طويت بانتظار انتهاء ملف العسكريين الأسرة لدى الجماعات الإرهابية في جرود عرسال من سعد نايل سلمان العنداري تلفزيون المستقبل